أنا حسأل حضرتك على ماذا ترتدي اليوم يعني أنا شايفة حاجك لابسة حاجات جميلة جدا جدا أنا بلبس كل ما هو مصر أنا كنت الزمان بروح للقرية القرية إيه الترازة اللي حارك لابساني؟ أنا لابسة عقد من النوبة وحلق بشاري من القبائل البشارية كان اسمه فاي وكان بيتحط في المناخير والفستان من أبو رواش يعني جمع من مناطق مختلفة لأنزين بقول لحضرتك اللي جميل في مصر إن احنا عندنا مثلا اتناشر منطقة مختلفة كل منطقة لها أزياء وكل زي الزي ده كان ممكن يتغير من أوائل القرن إلى عشرين لأواخره أربع مرات وفي زي خاص بالزوجة وواحد بالأرمالة وواحد بالبنت الغير متزوجة لكن كلهم نبعين من أصل واحد ولما بتدرسي بتشوفي الرموز قد إيه بتلاقي رموز كانت موجودة في النوبة في القرن الرابع أو الخامس الميلادي متعادة في سيوة في أواخر القرن العشرين بتلاقي حاجات من الفراعنة من تقاليد فراعنية موجودة عند البدو في شايمال سينة اللي جم في القرن التلاتاشر والأربع تلاتاشر دينا أمثلة هديك مثل مثلاً الزي بتاع سيوة كل الناس يقولك سيوة أمازيج هي أمازيجية جزء من أصلها لأنه هم أمازيج من الأمازيجية ومن العربية ومن الأفريقية لأنه كنا على طريق الحج فاتمزجوا والدكتور أحمد فاخد اللي هو خبير في ما يخص الواحات اللي بالذات بتاع سيوة والدخلة والخارجة قال إن السكان الأصليين هجروا ودخلوا على الوادي وإن اللي موجود دلوقتي في السيوة بقى لهم 200-250-300 سنة يعني يعتبروا بالنسبة لتاريخ مصر الناس جداد لكن حضرتك لما تيجي تشوفي مفردات الزي هتلاقي مؤثرات فرعونية هتلاقي فتحة الصدر زي العنخ بتاع الزي بتاعته تتعنخمون هتلاقي رسومات عاملة زي أشاعة الشمس هتكتف تكري أشاعة الشمس اللي بتنتهي بالأيدين العطاءة للإله أتون أو أمون هتلاقيها في نفس الفساتين بتاع سيوة هتلاقي إن في كان زمان في كنوس تتعنخمون كان فيه صندوق زجاج موجود فيه أعمال معمولة من الخرص الأعمال الخرص دي هتك هتشوفيها في الكتاب الجديد هي اللي بتيلبسوها بدو شمال سينة عشان يزينوا البرقع فده معناها إيه ده؟ معناها إن المؤثرات المصرية كانت قوية لدرجة اللي امتدت لحد القرن الخمستاشر والستاشر يعني خمس ست آلاف سنة وإن المؤثرات الخارجية كانت ضئيلة نسبياً كان ضئيلة بس هي طبعاً أنا رأيي السبب في الكرسى اللي حصلت لنا هو الغزو العثماني لأن السلطان سليم الأول لما فكر إنه يهاجم سلطان الغوري كان الدولة المملوكية في عز قوتها و لما الواحد يقرأ المرسلات ما بين سليم الأول والسلطان الغوري تحسي مين المهم؟ المهم سلطان الغوري والسلطان سليم ده لسه يعني إيه؟ بيتمحت له بس مصر ما ما تهزمتش مصر حصل خيانة جيوشها تسلمت من خلال خير بك اللي كان ماسك اللي سلمها لسلطان الغوري لسلطان سليم فبالتالي الدولة المملوكية ما نهرتش بدوع ضعف هي اقتحمت اقتحمها وأول حاجة عملها أول ما دخل هو إنه يهدم الهوية المصرية فأكبر السلطان مش أكبر طلب من سلطان من خير بك اللي هو القائد اللي خان السلطان الغوري وبقى هو حاكم مصر طلب منه يغير ملابس ممليك ويحلقوا دقنهم يبقوا زي الأتراك ومن وقتها فالزوجات نفس الشيء بقى الأزواج بيلبسوا أسلوب تركي فغيرت ملابسها التقليدية من الأسلوب التركي في وقتها المؤسرات دي لإني ما كانش فيه ولا سكة حديد ولا تيرغراف ولا تليفون فضلت محصورة في المدن وفضل في كل الأقاليم التقاليد المصرية اللي بقالها ألف وفوق الألف سنة يعني القرى اختفزت بهذا التراز المصري القديم؟ طبعا فضلت لإن أنا إزي فستان عروسة نيسا هنم أبو الفتوح اللي كانت زوجة سيد باشا بدراوي أغني أغنياء مصر يعني اللي كان يمتلك تلاتين ألف فدان فستان تالي مش حاجة تركية وهي اتجوزت في ألف وتسعمية فده بيوريكي إن كل المناطق المحافظات احتفزت بالتراز لإن ما كانش فيه تليفون وتليغراف وسكة حديد لما ابتدت العيلة المالكة تغير ملابسها من العثماني وده فترة طبعا خديوي إسماعيل وفتدتها قناة السويس وكده ابتدوا يلبسوا غربي كان حصل بقى قطر سكة حديد تليغراف تواصل فحصل بقى محول كل ما كان قديم تدريجيا وكل بقى يلبس بالطريقة الغربية